كثير يمكن من المصريين عندهم تعلق بمقامات الأولية صحيح وفي زيارة الأضرحة والتبرك وكل هذه التفاصيل وطعنا في هذا كثيرا ورد عن هذا كثيرا لكن حصل موع من أنواع الترهيب المجتمعي وبقى ممكن حد يكون بيعمل ده وخايف يقول اللي حصل في المجتمع ده بعد كل عقود التطرف اللي مرينا بيها ووجهناها الآن كيف يصلح؟ خلينا نقول بس أن مع تفسير الحالة بروا طبعا خلينا نقول بس أن فيه مسلس اسم مسلس التوهيم بيصنعوا بيستخدموا دائماً المتطرفين المسلس الأول يجي بدليل اسمه دليل المظلومية ياه ده حضرتك مشخص الحالة يعني يجي بدليل المظلومية بعد ما يجي بدليل المظلومية يعرض عليها حاجة اسمها مشروع البديل وبعد ما أنا إذا سلمت له بدليل المظلومية يخذني على مشروع البديل فإذا أنا قابلت مشروع البديل يروح كمان فتح لي بعد مشروع البديل يفتح لي كمان فلسفة المخلص أني أنا لو ضعت أم عضية والدين عضية من جزء في مشروع المظلومية أنه كان لازم يقول هو إيه بيخلينا نرفضه نحن لا نرفضه أحداً لا للون ولا لجنس الأهل الله عشو بس الناس تعرف إنه مصطلح أهل الله أهل الله لا يرون إلا الله لا يرون إلا الله في أنفسهم فيرون أنفسهم لا شيء ولا يرون إلا الله في الناس فهم دول أهل الله لدرجة أنهم يرون الله في كل شيء فيرون الحب لكل شيء لدرجة أنهم بيطبقوا قوله صلى الله عليه وسلم أحد جبل نحبنا ونحب فلما شافوا سمعوا أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلاً دخل الجنة في كلب مثلاً فإن لا حاصل فصنعوا مساقي للكلاب ويجي واحد مثلاً أنا شافعي وعندنا حكم فيما يتعلق من نجاس الكلاب فكانوا يتعبدون الله يتعبدون الله بتطهير مسائق الكلاب فإذن هؤلاء الناس منفتحون على الجميع فمنفتحون على الجميع ليه؟ عشان ده فتخالي لحضرتك والسادة للمشاهدين إن في حد يجي يقول على دول إن احنا عايزين نطهر الدين منهم ليه سيدي؟ قالوا الله لإني عقيدتهم السليمة في الله ده دول اللي بيعيشوا بلا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله قال لا ما إحنا لازم نجد سبب أيديولوجي عشان نفسد على الناس دي فنعمل إيه؟ فنجيب بقى كل الشبوهات اللي عندنا الشبوهات العقائدية دي فيأتي بتصور عن التوحيد ليس له علاقة بالمسلمين رسول الله يقول له أقتلته بعد أن قالها يا أسامة؟ ماذا تفعل إذا جاءت لا إله إلا الله تجادل عنه يوم القيامة؟ فإيه اللي حاصل؟ فإحنا بقى عندنا مفهوم عند أهل الله اسمه مفهوم المسلم الصعب إيه المسلم الصعب ده؟ الذي ماله ودمه وعرضه وحراب فننفعش نتكلم فيه لكن أصدقائنا وأصحاب التدين الكمي حبوا يعملوا إيه؟ حبوا يعملوا مظلومية إحنا مش رفضينكم أنا ليه قلت كل الكلام ده؟ نحن لا نرفضكم ولكن لا نقبل أفعالكم أنت كإنسان أنت كإنسان عندي مكرم محترم وده هو الاتزان الذي عندي أنت كإنسان أنت متزن لكن هذه الأفكار أنا أراها فسادا أنا أراها أفكارا شيطانية أنا أرا هذه الأفكار مكتوب علي أنا خير منه أنت بطبقيتك تطبق أنا خير منه أنت بطبقتك تقول نحن أبناء الله وأحباؤه بتقول ده بتقول ده على من يوحدون الله عن من يعبدون الله على من يحبون الله هذا الرقيق سيدنا عثمان بن نضعون كان من أكثر الناس حبا للرسول الله وكأنه زي سيدنا أباك لا يتحمل أن يتكلم رسول الله عن حبه وسيدنا معاز لأنه فقيه وعالم فرسول الله سهل أنه يقوله إني لا أحبك يا معاز وكأنه بيرققه بالحب يعني سيدنا معاز يتحمل لكن لو قال كده لسيدنا أباكر سيدنا أباكر يزوب يعني هو سيدنا أباكر لا يتحمل ده ولذلك لما أتت الآية في القرآن ومين أكثر استحقاقا لو في المسألة بالاستحقاق يعني أن يذكر اسمه في القرآن سيدنا زيد بن حارثة ولا سيدنا أباكر سيدنا أباكر ولكن لأن سيدنا أباكر يحب أن ينسب لرسول الله ماذا قال؟ إذ يقول لصاحبي لأن سيدنا أباكر لو كل واحد بيتلو بقى القرآن فيجيب اسم سيدنا أباكر سيدنا أباكر الله تحمل سيدنا أباكر كان أسيفا سيدنا عصمان بن مضعون يبدو أن فيه نفس سمت سيدنا أباكر كده رضي الله عنه فما كانش فيه كلام كتير لكن رسول الله كان يحبه حبا جما فلما توفي قال لهم علمولي قبر أخي عصمان بن مضعون أدفنوا إلي أدفن إلي تم رسول الله هو اللي بعلمنا هذه الطريقة أن احنا ندفن إلى جوار مقابر الصالحين هتقولوا أن ده خاص بسيدنا عصمان بن مضعون ما عندناش دليل خصوصية الدليل خصوصية ده عنده الأمر الثاني أنه لم يرد ولم نرى أحدا يعتقد أن غير الله ينفع أو يضر أبدا لما ديجي تقول كده هو فعل سنة رسول الله رسول الله هل يمكن أن يعلمنا رسول الله العبث حشاء صلى الله عليه وسلم إحنا لما نمر على المقابر بماذا نفعل نقول السلام عليكم دارة قوم بس كده أنتم استبقون ونحن بيكم إن شاء الله لاحقون طيب نحن بنكلم ناس بفهموا بيسمعوا ولا لا إذا كانوا يسمعون ورسول الله وقف على قليب بدر وأكلم المشركين وقال إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فقال وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا يا رسول الله كيف تكلموا ناسا وقد أرموا قال إنهم أسمعوا إلي منكم فرسول الله أثبت لأهل المقابر سمعا وأثبت لأهل المقابر بأنهم يردون يبقى إذن إلا حاصل يبقى إذن ونحن عندما نسلم على أهل المقابر السلام عبادة ما ينفعش إن أنا أعبس بيها فأنا لما أسلم عليه فأنا أعتقد أنه يرد عليه السلام ترجمة نانسي قنقر